اهلا بكم اعزائي الكرام بعد اطلال قصير حول المعركة الكبرى معركة الحسم بين البيزنطيين والعرب برئاسة محمد وانتصاره اي محمد على اقوى دولة في العالم بانتصار الهي كما شهد لذلك الاسقف القبطي يحنى النقيوسي وتبديل كذلك كلمة عذرة بكلمة بدر في سورة آل عمران الآية 123 قبل ان ننتقل لموضوعنا الذي بدأناه عن اخطاء النصاخ في القرآن وتقديم نموذج اخر اريد ان نوضح ما قلته في الحلقة السابقة فهناك بعض المشاهدين لم يفهموا بوضوح النقطة التي تطرقنا اليها في معركة بدر تخص البيزنطيين وليس قريشا فما داخل البيزنطيين في معركة بدر يمكن ان نطرح هذا السؤال اولا لا توجد بحسب التاريخ المادي اي معركة اسمها بدر انتصر فيها المسلمون على قريش بل هناك معركة اسمها عذرة انتصر فيها العرب برئاسة محمد واليهود على البيزنطيين وهذه المعركة اي عذرة تحدثت عنها بعض الوتائق تعود لتلك الفترة وليس كالرواية الاسلامية التي وصلتنا بعد قرن ونصف من الحدث وكلمة عذرة تعني نصر إلهية كما وضح ذلك استادنا الكبير كريستوف ليكسينبرغ نصر إلهية لمحمد وأتباعه نعود الآن لتوضيح ما قلته في الحلقة السابقة أولا الرواية الاسلامية تقول إن صورة الأمثال تتحدث عن معركة اسمها بدر وكانت بين المسلمين وقبيلة قريش قبيلة الرسول محمد نفسه بدأت هذه المعركة بسبب محاولة المسلمين بأمر من الرسول اعتراض قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فهذا الخبر وحده كفيل بأن ينسف رسالة محمد بأكملها إذا كانت بداية انتصار الرسول بالسطو واعتراض القوافل التجارية مهما كان أصحابها معتدين فما بالكم بقافلة لأبناء عشيرته فهل تحول محمد من رسول الله يدعو للهداية والرشد في الفترة المكية إلى رئيس عصابة قطع الطرق يتعرض لقافلة تجارية مسالمة مصدر رزق قبيلة بأكملها وربما مصدر لقمة عيش للكثيرين وسط صحراء الحجاز هذا التصرف غير مقبول من رجل مؤمن زاهد في الدنيا لا يحقد ولا يكره ولا يتعرض للناس بالأدى فما بالكم برجل يقال عنه نبي الله أو رسول الله هذه الرواية تسيء لمحمد ورسالته الرواية الإسلامية تقول بأن صورة الأنفال نزلت في هذه المعركة والأنفال هي الغنائم التي استولى عليها المسلمون في هذه المعركة وهذه الصورة جاءت بالأحكام التي تبين توزيع الغنائم كما جاء في الآية 41 من نفس الصورة وكأن الموضوع بحسب الرواية الإسلامية فعلا سطو مسلح الغاية منه نهب أموال الغير وليس دعوة للهداية والرشد مرة أخرى الأمر يتطلب تفكير فمعركة بدر بحسب الموروط الإسلامي لا نجد لها أي أساس في التاريخ المادي فأول ظهور لهذه الرواية كانت في بداية الحكم العباسي عصر أبو جعفر المنصور أي بعد مرور قرن ونصف من الحدث كما أشرت مما يزيد شكوك قوية في صحتها فكيف يعقل القول بأن محمد رجل يدعو لعبادة إله إبراهيم أتى برسالة التوحيد يهدي قومه للرشد وعمل الخير نفكر في الاستيلاء على قفلة مسالمة قفلة قبيلته ونهب أموالها لماذا لا يمكن للشيوخ والفقهاء الآن إعادة النظر في هذا الموروط والبحث عن الحقيقة الغائبة أناس غير مسلمين من عقائد مختلفة منهم اليهودي ومنهم المسيحي يشهدون لهذا الرجل أي محمد بالنصر الإلهية عذرا على أقوى إمبراطورية في العالم وهي الإمبراطورية البيزنطية بعد مفاوضات بين محمد وبين هرقل العظيم فيما يخص إرت جده أي جد محمد وهو إبراهيم الخليل الذي يعود هذا الإرت لأحفاده من يهود وعرب فلم يكن أي محمد معتدي ولا قاطع طريق بل فقط يطالب الإمبراطور هرقل بالأرض الميعاد فلسطين انتهت هذه المفاوضات بين محمد وهرقل بالفشل ودقت طبول الحرب بين العرب واليهود المتمردين على هرقل من جهة والبيزنطيين من جهة أخرى وهنا منطق مقبول لمطلبه ورفض هرقل لهذا الطلب بالتشكيك في أصل محمد وأصحابه من العرب واعتبارهم بدوا لا يمثون للنبي إبراهيم بصلة كما جاء في الرواية الأجنبية ككتاب تاريخ هرقل للمؤرخ الأرميني سيبيوس والسؤال المطروح لماذا حبكت الرواية الإسلامية قصة معركة بدر الوهمية؟ الجواب ليس هناك أي مبرر حسب رأيي سوى تشريع السطو والنهب أموال وممتلكات غير المسلمين بحجة نشر الإسلام وليس على أساس مطلب شرعي كما نرى في هذه الوتائق الأجنبية لم يكن محمد مغرورا ولا متهورا ولا أحمقا حين طلب تسليم الأرض الميعاد لفلسطين فقط لأصحابها نسل إبراهيم الخليل من يهود وعرب إسماعيليين كورة شرعيين لهذه الأرض وطلبه للأمبراطور كان بالحسن مبني على نص في التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى على السواء وذلك في صفر التكوين الإصحاح 15 العدد 18 كما يقول هذا النص في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الكبير نهر الفرات فالمطالبة كانت بأرض فلسطين فقط وليس أرض الميعاد كلها من نهر مصر يعني النيل إلى الفرات فلو دققنا في الرواية الإسلامية لرسالة محمد لهرقل العظيم نجد عجب العجاب يقول نص الرسالة بحسب الرواية الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إتم الأرس كما تلاحظون على المخطوطة المزعومة وهي في المصادر الإسلامية الأرسيين ثم ختم الرسالة بالآية 64 من سورة العمران أولا كما قلت سابقا فالخط الرسالة مزعومة يحاكي الخط الكوفي الذي ظهر في عصر عبد الملك بن مروان ثانيا خاتم الرسول أو اللوغو معمول بطريقة الاستف عند الخط التغرائي هذا الخط دهر في عصر السلاطين العثمانيين فهو يقرأ من تحت إلى فوق الله رسول محمد أو محمد رسول الله في حين نجد عملات تعود لمنتصف الثاني للهجرة منقوش عليها محمد رسول الله وليس الله رسول محمد ثم في نص العبارة أسلم تسلم تهديد مباشر بالحرب من رجل في قلب الصحراء مع جماعة صغيرة من أتباعه وكأننا أمام رئيس قبيلة يهدد ترامب أو بوتين والمضحك المبكي هو وجود كلمة الأرس بمعنى الأرسيين والبيزنطيين لم يكونوا في يوم من الأيام أريوسيون أتباع أريوس فالبيزنطيين كانوا دائما من الأورتوديكس الروم أو الروم الأورتوديكس وقد حاربوا عقيدة أريوس واعتبروها هرطقة فكيف يكون هرقل من أتباع أريوس يبدو أن أصحاب الرواية أو الرسالة المزعومة لا يعرفون حتى عقيدة من يتكلمون عنهم أي البيزنطيين نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر